انقلب السحر على الساحر فبعد أن كانت ميليشيا الحوثي قد تمددت حتى عدا جنوبا فاليوم أصبحت تدافع عن معقل زعيمهم عبد الملك الحوثي في صعدة خمس مدريات من محافظة صعدة تتوغل فيها قوة الشرعية بواقع الثلث من المدريات هذه الهزائم المفاجئة للميليشيا جعلتها تستخدم آخر ما تملك من أوراق وهي الصواريخ الإيرانية وهي عملية لاقت استنكارا دوليا وعربيا ويمني وخسرت فيها إيران وميليشياتها القبول المحلي والخارجي ضرب الصواريخ هي الحلقة التضيق على كتاب الموت الحوثية وأن التحالف العربي وقوات المسلحة اليمنية لنتضيق الخناق في صعدة ولذلك هي عملية انتقامية ليستكثر من ذلك حتى لا يستطيع حد الوصول إلى هذه الصواريخ باعتبال أن التحالف العربي سوف يتم إن شاء الله السيطرة على هذه الصواريخ التي تنطلق من الأرض عشرات الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية بالتجاه المدن السكنية في المملكة واليمن دليلا على تخليها على أخلاقيات الحرب حيث لم يقدم على هذه الخطوة من قبل أي طرف على مستوى العالم شواهد كثيرة أثبتت تورط إيران بدعم الميليشيا بصواريخ محرمة دوليا منها القبض على سفن تهريب إيرانية في المياه الإقليمية واليمنية بشكل متكرر وكذلك استخدام سفارة طهران في صنعال هذا الغرض أو من خلال اعترافات من تم القبض عليهم من خبراء حزب الله في جبهة اليمن طبعاً نحن في اليمن كان معنا سكود هذه الصواريخ مداها 300 كيلومتر أما الصواريخ هذه اللي مداها صلى 1500 كيلومتر فما قاءت إلا عن طريق السواحل مهربة من إيران خبراء عسكريون ومراقبون يرون أن اتخاذ عقوبات على إيران زى انتهاكاتها للقوانين الدولية هي أقل ما يمكن أن يتخذ في الوقت الراهن وتنفيذ القرارات الدولية بما فيها ما يخص نزع سلاح ميليشيا الحوثي تكثيف ميليشيا الحوثي الانقلابية إطلاق صواريخ باليستية يأتي بعد هزائمها في صعدة ومخاوفها من وصولها لقبضة الشرعية والتحالف العربي بلال الصبر الإخبارية تعز اشتركوا في القناة